يعني إذا ما تحدثنا حول ما جاء في جلسة مجلس الأمن فيما يخص إنهاء وجود بعثة يونامي في العراق كيف من الممكن أن نفسر الجملة الأخيرة أو القصيرة التي جاءت في النقطة التاسعة المسألة تبقى قيد النظر ما الذي تعني هذه الجملة؟ هل من الممكن أن تفتح آفاقا أخرى أو بابا آخر؟ ندرك أن بعثة يونامي تشكلت في قرار 1500 في 14 أبل 2003 وجاءت فيها وإنطت فيها عدة مهام وعجبات من أجل سواء دعم ومسانة الحكومة والحوار الشامل ومراغبة الانتخابات ودعم العلاقة بين العراق والدول والجوار وبعض الأطراف والقوى السياسية داخل العراق إذا ما أريد أن أدخل في سؤالك بشكل مباشر أغلب قرارات مجلس الأمن أو الغالبية العظمى لقرارات مجلس الأمن هي تقتم قرارات بتبقى المسألة قيد نظر المجلس وهذا يعني بأن هناك ممكن تكون مستجدات على السياحة السياسية وعلى قرارات مجلس الأمن فبالتالي هذه المستجدات بأن هذا القرار يمكن أن يعدل ويمكن أن يمدد ويمكن أن يلغى بموجب عدة معطيات يصيب طبيعة العلاقة داخل العراق أو ما أرادت فيها المجتمع أو المجتمع الدولي ينظر العراق من زاوية يونامي باعتبارها هي جاءت تراقب لجنة تراقب عمل والسير عمل الحكومة وكيف تتعاطى مع لازمات داخل العراق إذن مسألة تبقى المسألة قيد نظر المجلس أعتقد هي بمعنى بمعنى دكتور النجم بمعنى أن الأمر يعني يبقى كما هو واضح قيد النظر هذا يعني أن التمديد الذي لعمل يونامي لمدة 19 شهرا من الوارد أن يتجدد من الوارد أن يتم التعديل عليه وارد جدا وبدليل واضح يعني إذا ما دخلنا في حيثيات هذه يعني يونامي وما تسعى إليه داخل العراق نرى أن يونامي جاءت إلى العراق باعتبار يجب أن تقدم المساعدة والدعم إلى العراق ولكن نحن بوجهة نظر واقعية لا زال هناك شكالية حقيقية لا زال هناك أعتقد أن صح التعبير عدم فقه لدى المجتمع الدولي بالطبقة السياسية العراقية عدم وجود إرادة حقيقية عدم وجود فكرة المواطنة لهذه الفكرة التي كانت يجب أن تتبلور داخل العملية السياسية وداخل من يتصدى المشهد السياسي من أجل أن يعالج الملفات المأزومة داخل العراق وفي مقدمة هذه الملفات لدينا اليوم ملفات كبيرة جدا سواكات علق حقوق الإنسان مشاكل داخل المكونات مشاكل داخل المكون الواحد عندي مشكلات السلاحة المنفلت ربما بنود النقطة السادسة بنود النقطة السادسة دكتور معتز ربما هي التي ستفتح يعني الباب واسعا أمام هذا أمام ما بين هلالين تبقى المسألة قيد النظر هناك الكثير من النقاط التي دخلت أو البنود التي دخلت في النقطة السادسة ويعني ربما هي الإشكاليات أصلا التي يعاني منها العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر